شاهدين الكرام مساعدة مساء نهلا بكم إلى موجزة ثالثة بداية عقدت اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة يوم أمس اجتماعها الأول عن طريق تقنية التحاضر عن بعد قدم خلاله الجانب الجزائري ورقة عمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في بيان الجزائر الموقع بتاريخ السبع والعشرين أوت الفين واثنين وعشرين بين رئيس الجمهورية ونظره الفرنسي وكذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفعة المستوى المنعقدة بالجزائر يومي تاسع والعشر أكتوبر الفين واثنين وعشرين وتم خلال اللقاء الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة مواصلة لزيارته التفاقودية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي قام السيد الفريق أول سعيد شنغريحا ريس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بعد مرسم الاستقبال وبمدخل مقر قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم وقف السيد الفريق أول رفقة اللواء عبد العزيز هوام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم وقفة ترحم على روح الشهيد بودغن بن علي المدعو العقيد لطفي الذي يحمل مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اسمه حيث وضع إكليلا من الظهور عند نصب التذكري المخلد للشهيد وتلا فتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار إثر ذلك التقى السيد الفريق أول بإطارات وأفراد قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم حيث ألقى كلمة توجهية تابعها مستخدم وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد أكد فيها أن الجزائر التي تخوض اليوم معركة التغيير بتضافر جهود أبنائها ووحدة صف شعبها تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمن واستقرار الوطن إن الجزائر تخوض اليوم تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني معركة التغيير المنشود بتضافر جهود كافة الجزائريات والجزائريين وبفضل الإرادة الوطنية لتحقيق أمل شهداء وبناء دولة قوية بشبانها وشباتها الذين هم ذخر الأمة وتروتها الحقيقية وقاطرة بلادنا نحو تسيد تطلعات الشعب إلا الرفاه والروقي فكل هذه الجهود والمساعي التي يبدلها الخيارون والمخلصون لا يراد منها إلا تعزيز التلاحم الوطني ونبذ كل مسببات الفرقة وإفشال كل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن ووحدة الشعب الجزائري هذه المحاولات البائسة التي سجلنا في الآوينة الأخيرة أحدى تجليتها ومظاهرها المتمثلة في عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطاباً دينياً متطرفاً يذكرون بالسنوات التسعينات من القرن الماضي السيدة الفريق أول شدد على أن الدولة الجزائرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية وأن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية وليعلم هؤلاء المتطرفون أن ذلك الزمن قد ولّى إلى غير رجعة وأن مؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية وأن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية التي ضحى من أجلها الملايين من شهداء الأبرار وليعلم كذلك أن الشعب الجزائري الذي إنكوى بالنار الإرهاب الهمجي وعانى الويلات من العنف الأعمى لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى لأنه أصبح أكثر وعي وإدراكاً لأسالبهم الخبيثة التي تستغل تعلق الجزائريين بدينهم الحنيف لتحقيق أغراض سياسيوية مشبوهة تندرج دون شك في إطار مشاريع تخريبية وأجندات أجنبية معادية السيد الفريق أول أكد في هذا الصدد أن محاربة التطرف بشتى أنواعه ينبغي أن تشمل جميع المستويات وأن يشارك فيه كافة الفاعلين على الساحة الوطنية وأن يشارك فيه كافة الفاعلين على الساحة الوطنية والأكيد أن هذا الجهد يبدأ من الخلية الأساسية للمجتمع المتمثلة في الأسرة فضلاً عن المدرسة التي هي مطالبة بتلقين ناشئ تربية مدنية صحيحة أساسها غرس قيم المواطنة والتذكير بوجبات المواطن تجاه وطنه ومجتمعه مواطن قادر على التكيف ورفع التحديات ومتطلبات القرن الواحد وعشرين مواطن فخور ومعتز بجزائريته ونحن على يقين تام أن هذا الخروج إلى العلن بعدما كان يجري في السر وفي فضاء مغلق إنما جاء بإعاز من دوائر التخريب المعادية التي عودتنا بمثل هذه التحركات المريبة كلما لاحظوا أن الجزائر قد استرجعت في وقت وجيز دورها كفاعل محور على الساحة الإقليمية والدولية وإننا ورغم ذلك متيقنون أننا سنتمكن بفضل وعي وحدة شعبنا الأبي وتلاحمه مع جيشه ومؤسساته من إفشال كافة هذه المشاريع التخريبية والموضي قدما نحو ترسيخ مكانة بلادنا بين الأمم في قطعي السكن تعززت العاصمة بعدة مشاريع ومنشآت حيوية جديدة على مستوى عدد من البلديات مشاريع وقف عندها اليوم وزير السكن والعمران والمدينة ويتعلق الأمر بمشروع 2946 مسكنا بصغة العمومية الإيجاري ببلدية الكاليتوس الذي ينتظر تسليم شطر منها في الخامس جوليا القادم تجربة التي عشناها في كل المواقع وكالة عدل التي قمنا بإنجازها سنستثمرها في هذا الموقع الموقع متحصل على 35 تجهيز عمومي هو قيد الانطلاق ونوعد الساكنين هذه المنطقة العمرانية الكبيرة 20 ألف وحدة سكنية أنه لا نقوم بتوزيع السكنات حتى ننتهي من جميع التجهيزات العمومية من مدارس من ثانويات من بولي كلينيك ومقر للأمن حتى المراكز التجارية نحن مشينا في نوع من آخر قراس آخر من تشييد السكنات أنه لا نعمل محلات تحت العمارات وننقوم بإنجاز مراكز تجارية تكفي المنطقة العمرانية هذه ورية أثر اليوم بمقبرة بن عكنون الدبلوماسي السابق حسين جودي عن عمر النهزة 82 سنة بعد مرض عضالة وهذا بحضور أفراد عائلة الفقيد وأصدقائه إلى جانب وزير الخارجية أحمد عطاف وعدد من الإطارات والمسؤولين إن لله وإن إليه راجع جثمان والفقيد كان قد وصل إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومديان صباحة اليوم وكان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف رفقة عدد من المسؤولين وعائلة الفقيد أعلنت لجنة الوطنية للأهل والمواقع الشرعية لوزارة شؤون الدينية والأوقاف أمسي أن ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام ستكون الليلة في الساعة الثامنة والربع وأوضحت اللجنة أنه وإحياء لهذه السنة طيبة ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك مباشرة بعد صلاة المغرب بدار الإمام المحمدية وستبثوا عبر قنوات التلفزيون الجزائري أفاد بيان لوزارة النقل أنه تم تدعم قائمة المطارات المعنية بنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة تحسبا لموسم الحج 2023 مطار الأغواط أحمد مدغري ستبرمج فيه رحلة نقل الحجاج من ولاية الأغواط والجلفة نحو البقاع المقدسة مطار أدرار توات الشيخ سيد محمد بالكبير برمجت فيه رحلات من أدرار وتميمون دولياً وفي تطورة الوضع في السودان دخلت مساء أمس هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة حيز التنفيذ بعد إعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزامهما بهذه الهدنة بعد دعوات أممية ودولية لوقف القتال بغرض تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية لكن الهدنة اخترقت مرة أخرى بسبب عدم التزام طرفين المتنازعين بها في أخبار الرياضة وفي كرة القدم تواصل شببة القبائل تحذيراتها استعداداً لمواجهة ترجي تونسي غادنا الجمعة بملعب الخمس جوليا لحساب ذهب الدور الربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا هذا ويمكنكم متابعة مباراة شببة القبائل والترجي تونسي مباشرة على القناة الأولى بداية من الساعة العاشرة الليلة شكراً على المتابعة ألقاكم على رأس الساعة شكراً